اشتركوا في القناة عرفت أن اللفظة مفرد ومركب عرفت أن المركب ما دلت أجزاء ألفاظه على أجزاء معناه فهناك تركيب في الصورة وليد تركيب وضم من ألفاظ بتلقائية هذه المقدمة عليك أن تدرك بأن الصورة قد لا تكون تامة الأجزاء لعدم تمامية أجزاء الألفاظ الصورة التامة في القضايا حكم ومحكوم به ومحكوم عليه هذه الصورة التامة في القضية إذن بين مبتدأ وبين خبر وبين نسبة ابتدائية جميل بين أمر وآمر ومأمور بين بين هذا يرسم لك صورة كاملة الأجزاء مردها لتمام الألفاظ التي تشكد لك الجملة أعيد تذكر في النحو كانوا يقولون إن الكلمات إذا ضمت إلى بعضها بما يحسن السكوت عليه فقد أديت حكمة الإفهام لغيرك وقد فهم منك غيرك فيصح أن يعذرك كما أنك تعذر نفسك هذا اسم صحة السكوت عليه لا هو يعاتبك ولا أنت لك عليه عتاب له الاكتفاء كما لك الاكتفاء إذا كنا نسميه في النحو جملة مفيدة من شأ هذا لتمامية الحكمة المؤدة بها الإفهام والتفهيم؟ أقول من أين اكتفى المستمع؟ من جراء الألفاظ حيث شكلت ألفاظه المتتابعة صورة مكتملة الأجزاء في المعنى فإذا كل جزء من الألفاظ دل على جزء من المعنى مع النسبة التركيبية والهيئة في المقام اللي تسمى كلام يحسن السكوت عليه هذا كنا نسميه جملة مفيدة اختار له اسم منطقي قل المركب التام قل تمام التركيب ما تشاء تمام التركيب تمام الجملة جملة تامة مركب تام ما تشاء بس لأنه نحن مائلنا دخل في الجملة بما هي جملة إنما لنا دخالة في التركيب بما هو ألفاظ يحمل المريد على متنه معنى لتوصل الصورة إلى الذهن أقول كيف وصلت الصورة إليك؟ تقول ما قصة أقول سر النقصان أحسنت نقصان في الألفاظ فإن كنت معرفا في القضية وتريد أن تقول علي إمام إذن أنت ركبت جملة تامة في النحو هي قضية في المنطق هي مركب تام في المنطق ليه؟ لأن هذا المركب الذي أردت إيصاله قد وصل بتمامه قل نعم بتمامه أجزاء تمامه بالله موضوع لهو المبتدأ محمول لهو الخبراء والنسبة بينهما بعبارة أوضح محكوم عليه هو علي ومحكوم به إمام حكمت بالإمام على علي مع صحة النسبة والتآلف بينهما شكلت قضية شو قضية؟ مقتضى مقتضى ألفاظك أنك أوصلت اقتضاءها مقتضاها أن توصل معناها إلى ذهنك سميت بالقضية اقتضى هذا التركيب اقتضى حكما سمي بالقضية خذ قولك مثلا أدّي الفريضة آمر مأمور مأمور به أو نسب أمري وإرسالي وإلى آخره تمت الصورة التي أريد إيصالها إليك؟ نعم تم إذن مركبات ألفاظي تامة لأن الصورة المؤدات بالحكمة في الإفهام والتفهيم تمت عندك هذا مركب تام وهذا المركب التام أعم من أن يكون خبراً أو إنشاءاً بالبلاغة كما سيأتي بعد قليل الخبر هو عبارة عن استعمالك لألفاظ تحكي واقعاً شو بينقال عمك ساعتها؟ مخبر ليش أنت مخبر؟ إيه ليش مخبر سموك مخبر؟ لك خبرة المعبر عنها بها خبرة أحسن إذن لا ينبئوا أو بالبلاغة لا ينبئوا عن الواقع إلا الخبير خبير وإلا كان كاذباً إذن عند العرب اتسمى الناقل عن واقع مخبر ليه؟ له خبرة ولذا إذا قيل لك عن الأمر الكذا يقول لا خبرة لي به أنا أحط بهذا الأمر خبرة نعم صحيح فأنا شو خبير فأنا شو مخبر جميل هذا الخبر صرت عارف أنت ركناه شوني ركناه؟ تركيب هو تركيب يعني هو الإسناد وحكاية عن واقع يعني فيه واقع واقع محكي اسمه الخبر أحسنت واقع محكي اسمه الخبر إذا هذا الواقع بحسبه واقع حسي يشار إليه السماء ماطرة الشمس مشرقة أو الإنسان حيوان ناطق الإنسان حيوان ناطق أنت بره رح تشوف زيد وبكر بس هذه الصورة في الداخل الذهني هذه قيمة عليها وقيمة عليها الدليل برهان تقسيم صحية غير صحية إذا مسألة أخرى مسألة ثانية مثلا شريك الباري محال هذه قضية هذا خبر بتكون عم تحكي عن واقع برهاني عم تحكي عنه فأنت مخبر جميل إذن المركب التام يعني المفاد التام بالألفاظ يحمل على متنه صورة كاملة المراد هذا اسمه ركب تام أعم من أن يكون خبرا أو غير خبر بل غير الخبر شو هو هذا المعبر عنه بالإنشاء شو هو الإنشاء الإنشاء كأن تتمنى يا ليتني كنت معك يا حسين هذا اسمه تمني لعل الله يرحمني هذا اسمه ترجي الأمر أقم الفريضة إنهي لا تيأس هو الجمل تامات تركيب تام صورة كاملة وصلت إليك عبر الألفاظ سليم يحسن السكوت عليها صح لما آمرك تقول قوم خلاص صار لما أنهاك تقول نعم تم إذن لما أتمنى تؤمن لما أرجو تؤمن معنى العبارة تامة الإيصال تامة الوصول لكن تلحظ فيها فارقا عن الخبر بالخبر شو قلنا ركنين شو هني خبا واقع محكي هوني واقع محكي هوني ما عندي واقع هوني كمال واقعها انقداحها في ذهنك الآن كمال واقعها مرآة لفظها بس انعكاس لفظها مش أكثر ما ظهر لك ما ظهر لك وانقدح وانطبع في ذهنك في ذهنك هو تمام الواقع لا واقع لها خارج الفاضها القادحات للمعاني اقول صلي انا ما عم خبرك عن الصلاة شيء نعم فيك تقلين بلا يعني انت عم تقل لي صلي كأنك اخفيت خبرا ان الصلاة تواجبة اقول هذا باللازم واحنا بالمطابقيها شغلنا دائما بالمطابقية باللازم ما دخلنا وبالتضمن ما قلنا لانه قلت لك الدلالة التضمنية والالتزامية مدلولتان بال مدلولاني تضمن والالتزام احسنت مدلولاني عقليان مش مدلول لفظي ابدا تضمن الجزئية الالتزامية اي لأي علاقة بين مفهوم الصلاة ومفهوم الوضوء ابدا بالمطابقة باللغة مفهوم الصلاة لا يؤدي الى معنى الى شيء من معنى الوضوء ابدا والاوضح منه الحج والمسير اوجبت عليك الحج فاعددت واستعددت وذهبت وابتدأت بالمسير ثم ماذا ليش شو هيدا بهذا قلنا العقل الزمني اذا وجب علي واجب ان تجب مقدمته عقل عم يشتغل ما دخل لفظ المهم المهم صلي تمام واقعي الذي اردت ايصاله اليك ومن قدح من معنى من الالفاظ هلت اذا خلينا نعبر عنه خلينا نعبر عنه تعبير هكي بقى في البال الاخبار او القضايا هي عبارة عن واقع من سواك تحكيه انت واقع تحكيه واقع ترويه اما في قسمه الثاني المركب اللي اسمه انشاء انت تنشئه انت تنشئه انت تنشئ واقع كانت طالق لما صح طلاقها واوضح من هيك اذا كانت زوجتك كيف تزوجك نفسها فهي تقول لك زوجتك نفسي زوجتك اذا زوجتك ويخارج عن مقاع عن الزواج هي طالق وهي بعد لم تكن طالق انت تخبر انها طالق لا ان تنشئ طلاقها اذا سمي الانشاء لا لانك تنشئ وقائعه او تنشئ واقعه بايقاعه تم وين موارد الانشاء اوه كثيرة كل الاوامر انشاء وكل النواهي والتمني والنداء والترجي والاستفهام وكل هذا انشاء هذا انشاء لا تشتبه انشاء بس مركب تام صح لان الصورة الذهنية الواصلة اليك بتمامها اعم من ان يكون مخبر ان تكون اخبارا عن واقع او ان تكون انشاء لواقع بس الصورة كان كان شو صار عندنا يا احباب اللفظ لا بشرط ينقسم الى مفرد ومركب المركب ينقسم الى خبر وانشاء لو كان الترتيب بشكل اخر هذا اللي بدي اياه لو كان الترتيب بشكل اخر لكان ارقى كما سلسله قدس الله سره اللفظ مفرد ومركب المركب تام وناقص التام خبر وانشاء اذا شو صار المركب الصورة التامة المنقدحة من الالفاظ المنسجمة المسمات بالجملة المفيدة جميل المركب الناقص شو هو هو كل ما لا تتم فيه الصورة المراد ايصالها والنقص مش لك قصور في الالفاظ النقص لقلة في الالفاظ لقلة في الالفاظ مثاله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قف على الجملة الشرطية بمقدمها بلا تاليها قل ان جاءكم فاسق بنبأ تقول ارحمنا ثم ماذا ان خرج الامام عليه الصلاة والسلام فا اكمل لا تأخرنا فشو كمل الشمس ثم ماذا بعدين بتطلع الشمس بتقول لي طالعة جيد الوقوف على اجزاء المركب نقص في ايصال المعنى فمركبك ناقص تم اذا اللفظ مرفرد ومركب والمركب تام وناقص والمركب التام خبر وانشاء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين نعم الله والمركب والمركب يعني مفروغ عن اشتراته لأنه اصلا احنا نحكي بالدليل الوضعية الموضوع يعني وكلمة الموضوع في المنطق تعادل المستعمل في النحو لأنه اصلا تكلمنا ان احنا في الدلالة الوضعية اللفظية يعني كلامنا في ما ينقد في اذهاننا من جراء اطلاق لفظ موضوع اي مستعمل ولذا كان بعض النحات يعبر عنهم مثل ابن هشام مثلا عبر بالموضوع وقصد فيه المستعمل يعني وضع لفظ وضع عفوا لمعنى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واصلا اشتركوا في القناة